مرحبا بكم في سبور اكسبريس طلب تأجيل مباراة التراجي نذكر بالأحداث نذكر أنه إدارة الندي الاسفقسي كانت طلبة استكمال مباراة مرحلة الذهاب قبل إجراء مباراة القياب وبالتالي تأجيل مباراة لفريق المبرمجة نهار السبت ضد التراجي الرياضي لتونسي والرابط عينت المقابلة هذية نهار السبت الجاي واليوم ولي الاسفقس ابعت مراسلة لمكتب الرابطة طلب فيها تأجيل لمقابلة هذية الأسباب أمنية ودارة السيس اس هدت حتى بعدم خوض المقابلة هذية كيد راجعين بأكثر تفاصيل على موضوع تأجيل مباراة السيس اس والتراجي بعد شوية في ريكاب سبور الخمسة متى العشرية تسكر بيب الترشحات للرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الأفريقي ومفهمة حتى قائمة قدمت ترشحها للجلسة المباراة من جنهار سبعة جنف كيف كيف التفاصيل لكل بخصوص الموضوع هذية والموعد الجديد للجلسة وقرار لجنة الانتخابات تقوم بعد شوية معتهم بمفرحات في ريكاب سبور التراجر هذه التونسي ما زال ممنوع من الانتداب وسبب تعقيدات بنكية لتحويل مبلغ مالي بسيط في حدود ثماني ألف دينار يخص منح التكوين لزوزة في رق اللاعبين سابقين منهم إيوالا إدارة التراجي بعثة المبلغ المطلوب لكن ما زال موصلش بسبب إجراءات روتينية في البنك المركزي إدارة هلالالاشابة تراجعت على فسخ عقود كل منه حمدة من النفسي ومن المسكيني وطلبت منهم العودة للفريق نفس اللي صار مع اللاعب شاكي بالدرويش بعد نهاية تجربته مع المصري البورسعيدي المدافع هايثم العيوني أمضى اليوم عقد حتى نهاية الموسم مع أهل تراولس الليفي اللي دربوا فتح جبال حاليا يتم تقديم كريسيان ورونالدو الجمهير فريقه جديد النصر السعودي أبرزل لمباراة اليوم خارج تونس في البطولة الإنجليزية تسعة غيربوع قمة تجمع أرسنال ونيوكاسل فيرتونت وجه برايتون لستر ضد فلام وتسعة متعليل من يونايت ضد بورن أخبارنا رياضية ديما متواصع على سيت موزيكا فانبونات نخليكم أحسن وكيم الفريق على كل السن